موسيقى تواصل المعارك العنيفة في جبهة مأرب في ظل تقدم الميداني الجيش في جبهتي حريب وملعاء المبعوث الأمريكي يشدد على إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق الرياض وحيدان يقول إن التشكيلات الأمنية للانتقال غير منسجمة وفي تعز يتتاح مركز القلب والأوعية الدموية بالمستشفى الجمهوري موسيقى موسيقى طيب الأوقاتكم مشاهدي الكرام أخبار التاسعة من يامن شباب معكم أماني علوان وعمر الروحاني والبداية من مأرب حيث تواصلت المعارك العنيفة اليوم الخميس بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في الجبهات الجنوبية بمحافظة مأرب كما قالت مصادر ميدانية إن معارك عنيفة شهدتها جبهات حريب وسلسلة جبال فنى جنوبية مأرب تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في العتادي وكذلك الأروح وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تصدت لهجوم حوثي في جبهة حريب فجر اليوم وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الإرهابية هذا وأفدت مصادر عسكرية لقناة يمن شباباً قوات الجيش مسنودة بالمقاومة تمكنت من إحراز تقدمات ميدانية جديدة خلال أيام الماضية وتحرير مواقع مهمة في جبهتي حريب وملعاء جنوب محافظة مأرب وتوقعت المصدر أن تشهد المعارك تحولاً نوعياً لصالح الجيش الوطني خلال الأيام المقبلة بعد أن شهدت الأيام الثلاثة الماضية تصعيداً حوثياً كبيراً في الجبهات الجنوبية الغربية لمأرب نعم المصادر قالت أن قوات الجيش والمقاومة تصدت لكافة الهجمات الحوثية وسحقت أنساقها القتالية بعد أن دفعت بها إلى جبهات جنوب وغرب المحافظة قال ضابط في قوات الجيش أن المعارك في جبهة حلحلان شرق صنعاء تحولت لصالحهم حيث أذقوا ميليشيا الحوثي الإرهابية هزائم مريرة وأدعم المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إلى الحفاظ على أبنائهم وعدم السماح لهم بالانخراط في محارق الموت الحوثية بجبهة مأرب نبشركم أن المعركة تحولت بصالح الجيش الوطني ونحن إن شاء الله قادمون من نصر إلى نصر وكذلك نحيكم من واقع الشرف في جبهة محزان ماس ورسالتنا إلى المغررين بهم من أبناء مناطق المسيطر عليها الحوثي حافظوا على أبنائكم حافظوا على أبنائكم عندهم نبشركم أن المعنويات عند الأبطال والله يتناطح القبال العالية وأن الأبطال شامخين رافعين رؤوسهم ولن يبغوا يدنوا إلا رب العالم يركعوا وإنهم إلا نصر أو شهادة وإن شاء الله أننا نستعاد الوطن تسببت حرب ميليشيا الحوثي بتهجير الآلاف جنوب محافظة مأرب وسط منشدات عفوى للمنظمات والمجتمع الدولية لإيقاف ما يتعرض له المدنيون من حرب الحوثيين حين يبدو الشظف ضاربا في الأعماق ومحيطا بالإنسان والمكان فأنت أمام صورة جديدة من النزوح المستمر في طريق البحث عن الاستقرار بسبب حرب ميليشيا الحوثي الإيرانية نظير أم لأربعة أطفال لم تترك أمامها الحرب سببا للبقاء في مسقط رأسها بمدينة تعز ولا في المخيمات التي نزحت إليها قبل سنوات جنوب محافظة مأرب فحرب ميليشيا الانقلاب الأخيرة على مديرية الجوبة قذفت بها إلى نزوح آخر للمرة الثالثة حتى في هذا المخيم بالنقيعة في مديرية عبيدة شرق مأرب الذي لم يمضي على نزوحها إليه غير أيام ما يزال المستقبل أمامها مفتوحا على احتمال نزوح آخر تدفع فيه كلفة أخرى من مأساة تشردي والمعاناة معي قهال لحد يقامر بهن يكسيهن حق مدرسة معي قهال لحد يقامر بهن يدولون حق عيد منين يقبلهن الأكل؟ منين يقبلهن حق الكساء؟ منين يقبلهن حتى الله عزك حق السكري؟ يصبحوا يبكوا ويابه ويابه ويابهن النبا ويابهن يقس كذا ويبكي أكثر من تسعين ألف شخص تسببت حرب ميليشيا الحوثي بتهجيرهم ونزوحهم من مديريات جنوب محافظة مأرب بعضهم استقر بهم الحال هنا في هذا المخيم والبعض الآخر استقبلتهم مخيبات أخرى لكن جميعهم يواجهون ظروفا قاسية بافتقارهم لأدنى مقاومات العيش ومع استمرار حرب ميليشيا الانقلاب على مناطق جنوب مأرب ما تزال المخيمات تفتح أبوابها أمام الأسر الهاربة من نار وبطش الميليشيا وسط مناشدات للمنظمات والمجتمع الدولي لإيقاف ما يتعرض له المدنيون من حرب الحوثيين هكذا تفصح المآسي الإنسانية عن لون آخر من الحروب يستفرد باليمنيين في معارك يومية صامتة النزوح الخوف من المجهول الحرمان وكل عقد الصراع من أجل البقاء لا تزال هي الأكثر فتكا في مسلسل التغريبة اليمنية الطويلة دون أي أفق للحل أو للخلاص أشرف الهاملي يمن شباب مأرب أطلقت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان نداء عجدا للأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدولية العاملة في اليمن من أجل إيقاف جرائم الإعدامات الجماعية وحملة الانتقام الواسعة التي تنفذها ميليشيا الحوثي الرهابية بحق المدنيين في مناطق التحيطة والجاح والنخيلة والطايف والطور والمجيلس في محافظة الحدهدة كما قالت الوزارة في بياننا ميليشيا الحوثي ما زالت تمارس عملية انتقام واسعة بحق السكان في تلك المناطق التي انسحبت منها القوات المشتركة بما في ذلك القتل والسحل والذبح والتمثيل بجثة الأسرة والإعدام والتعذيب والعنف وتشريد المدنيين قصرا بوحشية مروعة والاعتداء عليهم وعلى الأعيان المدنية بشكل مباشر الوزارة أكدت توثيقها عمليات تعذيب لمدنيين لم يشاركوا مباشرة في أي أعمال قتالية وضعت الجميع أو جميع الحقوقين والمنظمات الدولية والإنسانية والإغاثية والناشطين إلى المطالبة بوقف هذه الممارسات وسرعة تقديم المساعدات للنازحين وإيوائهم كما طلبت الوزارة المجتمع الدولي بالتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية وملاحقة قادتها ووضعهم على لائحة العقوبات الدولية تتواصل أعمال التهجير القصري لسكان من منازلهم في المناطق التي أخلتها تشكيلات عسكرية تدعمها الإمارات الشرق وجنوب محافظة الحديدة نعم وبحسب مصادر عسكرية فإن حركة نزوح كبيرة للمدنيين تتجه نحو مدرية الخوخة جنوب الحديدة ومدينة المخة الساحلية في تعز وذلك وسط غياب لتدخلات من قبل المنظمات الدولية المهتمة وقال نازحون الفرنان ميليشيا الحوثي تمارس أعمالا وحشية بحق الأهالي المنوئين لها في المناطق التي جرى الانسحاب ووثقوا عمليات قتل وسحل وصلب بحق عدد من الأهل بينهم حمود عرجاش الذي تم قتله وسحله في منطقة الطائف بمدرية الدريهمي فيما أشاره الانتهاكات المماثلة في مدرية الحوك هذا وتشير تقارير حكومية لارتفاع أعداد النازحين لأكثر من سبعة ألاف فرد يعيشون ظروفا بالغة القسوة والمعاناة في خيام المهترئة دون أن توفر لهم أبسط مقاومات الحياة من جهة أخرى أقدمت ميليشيا الحث الإرهابية على قتل مدنيا وإصابة اثنين من أشقائه بعد مدهمة منزلهم في مدرية المراوعة تابعة لمحافظة الحديدة مصادر محلية أفادت أن القيادية في الميليشيا المدعو علي الحديقي داهم برفقة مسلحين منزل أحد الأهالي ويدعى أحمد رشيد وأقدمه على قتل أحد أولاده وإصابة اثنين آخرين وبحسب المصادر فإن القيادية الحثي أقدم على الجريمة بدافع الاستحواذ على منزل الضحايا في وقت تشير المصادر إلى تورطه في أعمال نهب لممتلكات الأهالي ومزارعهم هذا ويمارس قادة الميليشيا أعمال نهب منظمة لممتلكات السكان في مناطق سيطرتها بينها مصادرة مساحات زراعية واسعة وإقامة معسكرات فيها وفي محافظة البيضاء أقدم قيادي في الميليشيا الحوثية الإرهابية على إحراق منزل بمدرية ذي ناعم ضمن الانتهاكة المستمرة للأهالي في مناطق سيطرتها نعم مصادر محلية قالت لقناة يامان شباب عناصر حوثية يقودها مشرف الميليشيا في مدرية ذي ناعم المدعو أبو هاشم الريامي أقدمت اليوم الخميس على إحراق منزل أحد الأهالي ويدع حسين علي جراله الهشامي في منطقة طياب ولم تعرف بعد تفاصيل حول دوافع هذه الجريمة التي تأتي بعد أيام من إقدام قياديا في الميليشيا على قتل مالك ورشة ميكانيكا لإصلاح سيارات وإصابة آخرين وسط تصاعد لأعمال القتل والفوضى الأمنية في مناطق سيطرة الحوثي عاودت ميليشيا الحوثي للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع تهديداتها لأسر فلسطينية تقيم في ذمار بالسجن على خلفية عجزها عن دفع مبالغ مالية ضخمة لصالح الميليشيا الإرهابية تحت ذريعة تجديد الإقامة وقالت مصادر محلية أن الميليشيا ألزمت ثلاث عائلات فلسطينية بعضها يقطن بحي الغفران غرب مدينة ذمار على دفع سبعة ملايين ريال عن كل أسرة مقابل ما تسميه بتجديد الإقامة وبحسب المصادر فإن قيادات خوثية في المحافظة واصلت تهديداتها للأسر الفلسطينية بفرض غرامات مالية إضافية بحقهم حال تأخيرهم عن دفع ما فرض عليهم من مبالغ وكانت الميليشيا قد أطلقت مطلع هذا الشهر تهديدات للأسر الفلسطينية حيث فرضت عليها دفع مبالغ مالية بذريعة تجديد الإقامة ولم تفلح مخاطبات لأرباب تلك الأسر في الحصول على إعفاءات من قبل قادة الميليشيا الإرهابية أدرجت الولايات المتحدة ميليشيا الحوثي الإرهابية في قائمة الدول والكيانات التي تثير قلقا خاصا لمشاركتها أو لتسامحها مع انتهاكات ممنهجة ومستمرة وجسيمة للحرية الدينية وقال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على جميع الحكومات لمعالجة أوجه القصور في قوانينها وممارساتها ولتعزيز محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ووثقت العديد من التقارير الحقوقية المحلية والدولية انتهاكات مروعة ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق الحرية الدينية ومنها تفجيرها للمساجد وإغلاقها للعشرة منها وتحويلها إلى جلسات مقيل لأتباعها ومسلحها كما قامت مؤخرا بقصف مركز تعليبي ديني في منطقة العمود بمحافظة مأرب وتفجيرها لعدد من المساجد في تصعيدها القائمة بمأرب وإحراقها مكتبة في أحد المساجد مساجد محافظة شبوة مجددا عادت أصوات أعضاء الكونغرس الأمريكي المطالبة بإعادة تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية عقب اقتحام الأخيرة سفرت واشنطن في صنعاء فهل تنجح هذه الأصوات في إقناع إدارة بايدن على إعادة إدراج الميليشيا في قوائم الإرهاب كانت أول خطوات اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب تسلمه إدارة البيت الأبيض هي إلغاء تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية واستئناف إرسال المعونات الأمريكية التي عادة ما تذهب لصالح المجهود الحربي للميليشيات لكن ذلك بدأ أمرا عاديا للإدارة الأمريكية اليوم وبعد ما يقارب العام من وصول بايدن إلى إدارة البيت الأبيض بدأت تتعالى الأصوات داخل الكونغرس الأمريكي لإعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية ليس لحماية اليمنيين من إرهابهم وحربهم الطائفية المدعومة إيرانيا وإنما جاءت المساعي الأمريكية عقب اقتحامهم مقر سفارة واشنطن بصنعاء مساعي يقودها عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي بحسب موقع واشنطن فري بيكون إذ اقترح أعضاء في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري صياغة تدابير عقابية ضد ميليشي الحوثي على شكل مؤترح لتعديل قانون تفويض الدفاع الوطني السنوية الذي من المفترض أن يبت فيه مجلس الشيوخ هذا الأسبوع التدابير المقترحة تعكس إجراءات إدارة بايدن وتعيد تطبيق العقوبات على الحوثيين كمنظمة إرهابية وكذلك مسؤولي الجماعة ووكلائها وشركات التابعة لها بالتوازي مع قيام أعضاء في مجلس النواب الأمريكي بتقديم تشريع مماثل ما زالت جميع المقترحات صادرة عن نواب في الحزب الجمهورية سواء في مجلس الشيوخ أو داخل مجلس النواب ومن المرجح أنها تحظى بتأييد الحزب على نطاق واسع لكن الحزب الديمقراطي لا يبدي أي تفاعل حتى اللحظة مع تلك التحركات بل ما زالت الإدارة الأمريكية بزعامة الديمقراطيين مستمرة في ضغطها على الحكومة الشرعية والسعودية وتمنع تسليح الجيش الوطني اليمني وفي المقابل تواصل تدليل الحوثيين متبنية مقترحات لحلول سياسية تثبت مكاسبهم المدعومة إيرانيا وتكافئ جرائمهم بحق الشعب اليمني بتحويلها إلى مكاسب سياسية لكنها واجهت مقاومة يمنية قوية أفشلت مساعيها واستنزفت قدرات الميليشيا على الأرض وأظهرت عجزها مقاومة شكلت في الوقت نفسه إحراجا للحزب الديمقراطي الأمريكي وللإدارة الأمريكية التي كانت تتوقع أن يستسلم اليمنيون للحوثي وإيران فيما عاد الحزب الجمهوري لطرح مقترحات لإعادة تصنيف الميليشيا كمنظمة إرهابية مستغلا فشل سياسة الرئيس الأمريكي الديمقراطي تجاه اليمن دعا المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم لندر كينغ ميليشيا لانتقال المدعومة إماراتيا للعمل من أجل تحقيق تقدم في تنفيذ اتفاق الرياض حسب ما أورده بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية كما قال المبعوث الأمريكية في لقاء خاص مع قادة الميليشيا التي تزور رياض إن الوقت حان الآن لكل الجماعات لإحراز تقدم بشأن اتفاق الرياض ومواجهة التهديدات المشتركة من استفزازات الحوثيين والأزمة الاقتصادية وانعدام الأمن والأسبوع الماضي وصلت قيادة ميليشيا الانتقالي على رأسها عيد الروس الزبيدي إلى الرياض التقات السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر الذي أكد سعي وحرص المملكة على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض للتوحيد الصف لدعم جهود الحكومة اليمنية وخاصة في هذه المرحلة الحرجية لاستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار باليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني هذا وقال وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان لتناقض التشكيلات الأمنية التابعة لميليشيا الانتقالية المدعومة إماراتيا من أهم العراقيل التي تحول دون فرض الأمن في عدن ومناطق أخرى في الجنوب وأكد حيدان في تصريحات لوكالة سبوتنك الروسية أن التشكيلات الأمنية التابعة للانتقال لا تتفق مع بعضها البعض وتسببت في إرباك لوزارة الداخلية عندما شرعت في إجراء عمليات تنسيق بين تشكيلات الأمن كما أشار وزير الداخلية إلى أن تعدد التشكيلات الأمنية وعدم خضوعها لقيلة المؤحدة يعد من أبرز الأسباب التي تقف وراء وقوع حوادث التفجيرات في عدن ومنها التفجير الأخير في محيط مطار المدينة وترفض ميليشيا الانتقالي استكمال تنفيذ الشقين الأمني والعسكري من اتفاق الرياضة فيما لوحت مؤخرا إلى التخلي عن شركاتها في الحكومة أو شراكتها في الحكومة هذا وتواصل الميليشيا الانتقالية المدعومة من الإمارات اختطاف أربعة ناشطين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية التي شهدتها مديرية راتفان في محافظة لحج الثلاثة الماضية ووفق مصادر محلية فإن الميليشيا تختطف كل من وسامة داعي ووهيبا ذيباني وشريف علي ناصر وسند بالي يأتي هذا فيما أفادت مصادر محلية أن الميليشيا اختطفت العشرات من المشاركين في تظاهرة شهدتها مدينة الحبيلين في ذات المحافظة تنديدا بترد الأوضاع المعيشية والخدمية وقالت المصادر أن الميليشيا نقلت بعض المختطفين إلى سجن سري بمنطقة الملاح بضاة المحافظة فيما قامت بالاعتداء على محتاجين أخرين تعرضوا إثرها للإصابات يواصل 14 عسكريا في السجن بيرحمد الذي تديره ميليشيا الانتقالية المدعومة إماراتيا في العاصمة المؤقتة يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجا على إيقاف الإجراءات القذائية وبحسب مصادر حقوقية فإن عددا من المختطفين أصيبوا بحالة إغماء ووهن شديد جراء الإضراب الذي بدأوه مطلع الشهر الجاري والأسبوع الماضي نشدت رابطة أمهات المختطفين إنقاذ أبنائهن المعتقلين بعد حالات الإغماء جراء إضرابهم عن الطعام احتجاجا على الممطلة في إجراءاتهم القذائية الرابطة قالت إن حياة المختطفين أصبحت في خطر كبير بسبب إضرابهم عن الطعام والذي أدى إلى حالة من الإغماء والتدهور الشديد في وضعهم الصحي نعم ومطلع الشهر الجاري نشد العسكريون المختطفون الرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة بالنظر في قضيتهم التي قالوا إنها فبركات كذب وزور ويعتقلون على ذمتها ظلما منذ أربع سنوات ناشد ملتقى الموظفين النازحين الحكومة بسرعة حل المشكلات والصعوبات التي تسببت بانقطاع المرتبات وتأخير صرفها للموظفين النازحين كما قال الملتقى في بيان أن القرار غير المدروس الذي اتخذته وزارة المالية قبل شهر نعكس سلبا وتسبب في تأخير صرف المرتبات لشهر سبتمبر وأكتوبر الماضيين وأوضح الملتقى أن وزارة المالية اتخذت قرارها بإرسال مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة إلى الحسابات العامة في البنك المركزي والخاصة بدواوين الوزارات والجهات والسلطات المحلية التي يتبع لها الموظفون النازحون دون تنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ما تسبب في حدوث أخطاء في إرسال التعزيزات من قبل وزارة المالية هذا ونشهد الملتقى المنظمات الحقوقية والمحلية والدولية ونشطي وسائل أعلام والتواصل الاجتماعي الضغط على الحكومة وحثها على القيام بواجباتها تجاه موظفية الدولة اليمنية عموماً وسرعة صرف وانتظام مرتبات الموظفين النازحين افتتح بمحافظة تعز اليوم الخميس مركز القلب والأوعية الدموية وعدد من الأقسام الطبية والتخصصية في المستشفى الجمهوري بمركز المحافظة نعم يأتي هذا الافتتاح في ظل ما يعانيه مركز المحافظة من حصار المفروض من قبل ميليشيا الحوث الإرهابية منذ أكثر من سبع سنوات وقال محافظ تعز نبيل شمسان إن افتتاح المركز يعد إنجازاً مهماً بعد أن ظل حلماً تفتقد له المحافظة مشيراً إلى أن السلطة المحلية ستبدل كل جهودها بالتنسيق والمتابعة مع الحكومة ووزارة الصحة والجهات المانحة لاستكمال تجهيز جمع أقسام المركز بحيث يكون المركز الوطني الأول للقلب والأوعية الدموية في اليمن كما افتتح المحافظ أقسام الطوارئ التوليدية والحاضينات وقسم الغسيل الكلوي وقسم معالجة وعمليات العيون وقسم العناية المركزة بالإضافة إلى افتتاح المختبر المركزي وبنك الدم ولذلك تم إعادة إصلاحها وتأهيلها وفق أفضل المواصفات الطبية أقام مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز مهرجاناً فنياً وخطابياً لتكريم تسعين طالباً والطالبة من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي نعم الاحتفال الذي يتيه بدعم من جامعة الجند شامل عدداً من الفقرات الفنية ذات المدلول الوطنية التي تعزز الولاء للجمهورية وترسيق مبادئ ثوراته لدى الأجيال وقال مدير المكتب عبدالوسع شدد في تصريح لقناة يمن شباب إن مكتب التربية والتعليم يحتفي بتخريج هذه الكوكبة من الطلاب رغم الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيا الحوت الارهابية على المدينة في هذا اليوم وفي هذا الصباح نلتقي هنا في هذه القاعة المباركة للاحتفاء والاحتفال بتخريج كوكبة من أبناء الطلاب الذين ولدوا من رحم المعاناة فرغم ما تحاصر رغم الحصار الخانق للمحافظة وليأبناء الطلاب إلا أنهم اليوم يثبتون وجودهم وبهذه العقول إن شاء الله ستتحرر المحافظة التعز وكل محافظة الجمهورية حتى لا تحقق للعصابة التي تحاصر المحافظة هدافهم نقول لهم ستتعلم محافظة التعز وسيتعلم أبناءها وستخرج إلى النور رغم كل من أراد لها التخلق إن شاء الله إذن نهاية أخبار التاسعة تابعتم فيها تواصل المعارك العنيفة في جبهة مأرب في ظل تقدم الميداني للجيش في جبهتي حريب وملعاء المبعوث الأمريكي يشدد على إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق الرياض وحيدان يقول إن التشكيلات الأمنية للانتقال غير منسجمة وفي تاعز يفتتاح مركز القلب والأوعية الدموية بالمستشفى الجمهورية إذن كان هذا كل ما لدينا في أخبار التاسعة نشكركم على طيب المتابعة في بانالا إلى اللقاء اشتركوا في القناة